اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حال دون تحقيق ذلك وأصبح ملف الترشيحات هو الوحيد الذي فشل وجرى تأجيله من أصل أربعة ملفات توافق عليها المشاركون وكان ذلك سببا في تحديد جولة ثانية من الحوار السياسي ولكن هذه المرة عن بعد ويبدو أن رعية الملتقى ستيفاني ويليامس حاولت تعويض هذا التعثر عن طريق تفعيل المصاري الاقتصادي بالاستفادة من نجاحات الاتفاق العسكري المتمثل في تشكيل وحدة حماية مشتركة للمنشآت النفطية موازاة مع توجهن نحو حسم مسألة تعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا بعد تنازلات من الأفارقة ويظهر أن البعثة الأممية خلال الجولة الثانية من ملتقى الحوار السياسي الشامل الأسبوع المقبل سوف تتخلى عن استبعاد الوجوه القديمة الاثنى عشر شهر حتى تنظيم الانتخابات على خلفية تشبث المسؤولين السابقين بالترشح لمناصب السلطة التنفيذية على الرغم من تلويح المبعوثة بتصليط عقوبات على المعرقلين للمصار وخطبتهم بضرورة التفاعل مع التغيير وإلا سيختفون كمن قردت الدينسورات ويرى متابعون للشأن الليبي أن المعايير الخاصة باختيار رئيس المجلس الرئاسي كانت أبرز أسباب تعثر التوصل إلى اختيار شخصية الليبية تفوز بإجماع من الشرق والغرب لقيادة المرحلة المقبلة وأن تكون قدرة على التصدي للنفوذ الأجنبي في حين أن عملية اختيار اسم رئيس الحكومة قد يكون أسهل لأنها ستكون حكومة تقنقراطة تقدم خدمات وتحضر للانتخابات المرتقبة ومن كندا ينضم إلينا المتابع للشأن الليبي خالد الهوني أهلا وسهلا بك سيد خالد بداية ما حقيقة هذه الرشاوة وهل يعني ما دار من شبهات فساد بلغت أرقاما كبيرة حال دون الاتفاق على اسم رئيس الحكومة والمجلس الرئاسي برأيك أولا لكي نكون منصفين إذا مدام هناك اتهامات فليجب أن يكون هناك تحقيق لا نستطيع أن نقول أن هذه الأشياء مستثنة يجب التحقيق فيها ولكن التحقيق يجب أن يدأ بالبعثة الأممية وبرئيساتها بالإنابة هي المجتمع الأول في هذه العملية لأن خياراتها كانت سيئة ومستغربة وقد تثارك كثير من الحديث والاتهامات وكانت دفاعها ضائفا جدا يعني مثال ذلك هناك شخصية لليوم موجهة لها سابعة الاتخاب هي شخصية معروفة عنها الفساد وهو عبارة عن موضة دولة كبير سماره هو الفساد فما الذي أتى به ليكون عضوة فريدة الحوار فالنوم لا يقع عليه هو يقع على من أحضره لأنه لا يعرف إلا الفساد فبالتالي هؤلاء بضاعته التي يقدمها يرادة فيها هي الحل فهذه هي المشكلة المشكلة الأساسة في الاختيارات يعني هذا السؤال يطرح نفسه الآن والصدر يطرح نفسه ما هي معيّة اختيار هذه الشخصيات هل 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 75 شخص بمثلون فعلاً لليميين وعلى أي معيات فهذا لم تفضل حتى الآن سيد سيفني السيد سيفني الإجابة عنه فبالتالي الأول هو التحقيق مع حصلة سيد سيد خلت أيضاً تتردد معلومات عن أن البعثة الأممية سوف تتخلى في الجولة الثانية من ملتقى الحوار الليبي عن استبعاد الوجوه القديمة لـ 12 شهراً حتى تنظيم الانتخابات برأيك ما مدى صحة هذه المعلومات ولو صدقت هل هذا من شأنه أن ينصف مصدقية الحوار هذا هو حوار نصفت مصدقية من البداية وزدتها الشكوك بالفشاد ولكن هذا الخيار الأسلم ليس من المنطقي أن توا حكومة ليقل من 12 شهراً سوف تسعى بالتأكيد لتمديدها لتمديد فترة خاصة أنها تحتوي على نفس الوجوه فالأفضل والأسلم هو لصراع بالتوجهة والانتخابات بدل من تكون حتى بعد 12 شهراً بعد 6 أشهر أو 19 أكثر شريطة إيجاد قاعدة دستورية ذات شرعية لكي لا يتم الطعام فيها ثم ننتقل بعد ذلك إلى مرحلة التي تريع ولمرحلة في كل الاستقرار نحتاج الآن بدرج أولا إلى الاستقرار وإلى الشمل يعني السراء أصبح طوي وعنيف جداً وقل إن يكشر على نيابه فلا أرى جدوى من إنشاء حكومة مواقعة لمدة قصيرة أرى أنه يجب الذهاب إلى الانتخابات هذا المغروع أصبح مفضل لدى الكثيرين سيد خالد الهوني المتابع للشأن الليبي حدثتنا مباشرة من كندا شكراً جزيلاً لك إيطاليا تدعم جهود الحوار الليبي الداخلي تحت رعاية الأمم المتحدة وتشيد بالتطورات الحاصلة على الصعيدين العسكري والأمني أعرب وزير الخارجية الإيطالي لويجي ديمايو عن دعم بلاده الكامل لجهود الحوار الليبي الداخلي بقيادة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وأكد ديمايو على الدور الكبير الذي تقوم به البعثة الأممية مثمناً التنصيق الفعال والدور القيادي من جانب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني ويليامس وأشد الوزير بالتطورات الأخيرة الحاصلة في ليبيا على الصعيدين العسكري والأمني لا سيما فيما يتعلق بإعادة فتح الطريق السحلي بين سرط ومصراط وانسحاب القوات والمقتلين الأجانب مما يسمى مثلث سرط كما أشاد بتطورات القطاع الاقتصادي خصوصاً فيما يتعلق باستئناف إنتاج وتصدير النفط آملاً في إحراز تقدم في إصلاح وتوحيد حرس المنشآت البترولية لحماية المواقع النفطية وأمل ديمايو أن تبقى العملية السياسية في ليبيا تحت راية وساطة الأمم المتحدة ومخرجات مؤتمر برلين مشيراً إلى ضرورة حماية المسار التفاودي الليبي من التدخلات الأجنبية والداخلية حثت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا مجلس الأمن الدولي على وضع من يعرقل جهود السلام على قائمة سوداء للحيلولة دون تعريض فرصة استعادة السلام في ليبيا للغطر حثت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا مجلس الأمن الدولي على إدراج أي شخص يعرقل جهود السلام في قائمة سوداء بعد أن اتفق الطرفان المتحاربان على وقف إطلاق النار وأحدد المشاركون الليبيون في المحادثات السياسية موحدا للانتخابات وقالت استفاني ويليامز للمجلس إن لديه أدوات تحت تصرفه بما في ذلك منع المعرقلين من تعريض فرصة استعادة السلام في ليبيا للخطر داعية المجلس لاستخدامها ويستطيع مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة فرد تجميد الأصول أو حظر السفر على الأفراد أو الكينات وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كايلي كرافت إن الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وأستونيا اقترحت أن تضع لجنة عقوبات ليبيا التابعة لمجلس الأمن بعض أشد منتهكي حقوق الإنسان فضاعة في ليبيا بما في ذلك محمد الكاني وميليشيات الكانيات على قائمة سوداء وقال دبلوماسيون إنه إذا لم تبدي أي دولة في اللجنة المكونة من 15 عضوا أي اعتراضات فسيتم فرض العقوبات المستهدفة وقال دبلوماسي في مجلس الأمن طلب عدم نشر اسمه أن المجلس مستعد لدعم منتدى الحوار السياسي الليبي وسيتوفر كل الأدوات المتاحة له بما في ذلك العقوبات ضد أي مفسدين وذكرت ويليامز أنه على الرغم من إحراز بعض التقدم في تنفيذ وقف إطلاق النار المعلن لم ينسحب أي من الجانبين بعد من الخطوط الأمامية كما هو متفق عليه ولا تزال رحلات الشحن تصل إلى القواعد الجوية التي يسيطر عليها الطرفان وقد وردت أسماء تركيا وروسيا والإمارات ومصر في وثائق سابقة للأمم المتحدة على إنها تورد الأسلحة في تحدي لحضر على السلاح ومعنى من البيضاء عضو تكتل المدني الديمقراطي الدكتور عاطف حاسية أهلا وسهلا بك دكتور يعني بعد تصريح ويليامز عن وضع من يعرق الجهود السلام على قائمة سوداء يرى البعض أن ذلك هو بمثابة تهديد مباشر فيما يرى البعض الآخر أنه بمثابة شماعة تعلق عليها ويليامز يعني الإخفاقات التي حصلت في ملتقى الحوار الليبي في تونس خصا بعدما تم الحديث عن رشاوة برأيك ما هو الأصاح وما سبب هذا التصريح في هذا التوقيت بالذات وأعتقد بأن بعثة الأمم المستحدة على رأسها ستيفني ويليامز بن إنابة كانت لها رؤية أخرى بأن تجمع هؤلاء الـ 75 في حوار سياسي ربما يفضي بوجهة سياسية موحدة لليبيا وحكومة موحدة لليبيا أصبح من الواضح أن هناك أطراف أولا تعرقل هذه العملية بشكل أمني أو عسكري أو تعرقل بشكل سياسي وتحاول توظيف المال الفاسد للوصول إلى المناصب السيادية التي تريد بحثة الأمم المتحدة تنصيبها أعتقد بأنها تلوح بالعصى بشكل مباشر على من يريد إفساد العملية برمتها أولا ومن يريد توظيف هذه العملية لصالحه ولصالح جماعاته بالمصالح الخاصة ربما سنرى أسماء في الأيام المقبلة خاصة هناك أنباء أن بعض أعضاءها الحوار في تونس قدموا شكوى مباشرة إلى بعثة الأمم المتحدة بمحاولة شراء أصوات هؤلاء في عملية التصويت على هذه المناصب دكتور البعض يرى أن سيفاني ويليامسو حاول التعويض عن هذه الإخفاقات في الملتقى السياسي بتنشيط القطاع الاقتصادي من خلال الاجتماع الذي حصل في البريغا مع مصطفى صنع الله ما دقة هذه المعلومات وهذه التحليلات تحديدا أعتقد بأن هذا الاجتماع كان مجددا حتى قبل الثهاب إلى الحوار المنتدى السياسي في تونس كان غرض هذا التنشيط هو الظهور بمظهر النجال الحقيقي على الأرض بعد الاتفاقات ربما الناجحة نسبيا ما بين لجنة الخمسة زايد خمسة التي لها علاقة مباشرة مع تدفق النفط وتصديره وبالتالي أعتقد بأنها تبني على هذه الاتفاقات وتريد استداماتها على الأرض وبالتالي حرصت بعثة الأمم المتحدة على وجودها في هذا الاتفاق وخاصة في حرص المنشآت النفطية ربما يرى البعض الآخر بأنها تريد بعض الإنجاز لأنها أخفقت في الملتقى السياسي الليبي في تونس أعتقد بأن هذه الزيارة كانت مجدلة قبل الحوار وربما أيضا أصبحت في حاجة إلى إنجاز قبل اشتئناف الحوار بعد ثلاثة أيام من يونان غضو تكتل المدني الديموقراطي الدكتور عاطف حسية حدثتنا مباشرة من البيضة شكرا لك بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الجزائري صبري بوغادوم هاتفيا تسوية في ليبيا وأكد لافروف أهمية تحلي الأطراف البعنية بضبط النفس والالتزام بوقف إطلاق النار واستناف عملية تفاوض تحت رعاية الأمم المتحدة لتحقيق تسوية مستدامة لهذا الصراع الطويل الأمد على أساس المبادئ الأساسية وقواعد القانون الدولي بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي من جهته أعرب الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل عن جهوزية الاتحاد لتعزيز العمل مع الأمم المتحدة لإيجاد حل للنزاع في ليبيا ليتم احترام وقف إطلاق النار وأضمان ديمومته ودعم إطلاق العملية السياسية بوريل أوضح أن عملية إيريني مستمرة في مهامها وهي جزء من الجهود الدولية المبتولة لحل الصراع في ليبيا برعاية الأمم المتحدة بحث وزير داخلية المفوض في حكومة الوفاق فتح بشاغة مع وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي سبول تعزيز التعاون والعمل المشترك بين ليبيا وفرنسا في المجالات الأمنية بما يعزز الاستقرار في البلدين وتطرق اللقاء إلى مجال مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب وكان بشاغة التقى في العاصمة الفرنسية باريس وزيري الخارجية وداخلية الفرنسيين في وقت سبق في إطار الزيارة الرسمية لوزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق فتح بشاغة إلى باريس التقى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان وبحث سبولات عزيز الاستقرار السياسي في ليبيا وإنهاء حالة الانقسام السياسي وما له من تأثيرات مباشرة على الأمن القومي المشترك بين البلدين بشاغة أكد للوزير الفرنسي موقف الوفاق الراسخ بأن السلام أسس الاستقرار في ليبيا كما أثنيها على الدور الإيجابي لفرنسا في دعم الحوار السياسي من جهة أخرى أعلن باشاغة أنه اتفق مع وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمان على تدريب قوة نخبة شرطية ليبيا بالتنسيق مع القوات الخاصة للشرطة الفرنسية واصفا الاجتماع معه في تغريدة عبر حسابه على تويتر بالإيجابية مضيفا أنه تم التركيز على تعزيز التعاون الأمني بين البلدين وبالأخص في مجالات التدريب وأمن الحدود والسواحل أبدأ مسؤولون أتراك تصميمهم على دعم حكومة الوفاق في مؤتمر دولي حول ليبيا عقد بطنطيم من أنقرة تحت عنوان إعادة هيكلة قطاع الأمن وشارك في المؤتمر الافتراضي لمؤسسة الأبحاث السياسية والاقتصادية والاجتماعية ستة حول ليبيا كل من ممثلة بعثة الأمم المتحدة بالإنبا ستيفاني ويليامز ووزير الدفاع في حكومة الوفاق صلاح الدين النبروش وأيضا وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إلى جانب خبراء ومسؤولين من تركيا وليبيا وأوروبا وروسيا والولايات المتحدة احتدى النقاش داخل البرلمان الأوروبي بشأن اقتراح سياسة متكرة للجوء والهجرة استنكرت خلاله منظمة الهجرة الدولية إعادة اللاجئين إلى ميناء ليبيا غير الآمن وذلك واستدعوات لضمان وصول اللقاحات المستقبلية ضد كوفيد-19 للمهاجرين الموجودين على الأراضي الأوروبية أحصل مركز الوطني لمكافحة الأمراض أكثر من 800 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعة الأربع والعشرين الأخيرة إضافة إلى 794 حالة شفاء وست حالات وفات وبهذا الإعلان ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابة كورونا في ليبيا إلى 76.808 حالات فيما توفي 1.086 من الأشخاص نتابع النشر بعد فصل قصير وفيها احتمال جهوزية لقاحا ضد كورونا قريبا أهلا بكم من جديد يتفاقم الوضع في صحراء الغربية وسط هجمات مكثفة لقوات البوليساريو على الجدار المغربي مسببة أضرارا مدية كبيرة وزير الخارجية روسي سرغي لافروف أكد على أهمية تحل الأطراف بضبط النفس والالتزام بوقف إطلاق النار أعلنت وزارة دفاع البوليساريو أن قواتها شنت هجمات مكثفة على الجدار المغربي الذي يقسم الصحراء على طول 2700 كيلومتر وتحدثت في بيان أصدرته عن عمليات قصف استهدفت قطاعات الفرسية وأمغالا حوزا وأمدريكا في الوسط مؤكدة أن هذه الهجمات سببت أضرارا مادية كبيرة للمغرب من دون أن تذكر أي تفاصيل أخرى في السياق بحث وزير الخارجية الروسي سرغي لافروف ونظيره الجزائري صبر إبو قدوم هاتفيا تفاقم الوضع في الصحراء الغربية وأكد لافروف أهمية أن تتحل الأطراف المعنية بضبط النفس والالتزام بوقف إطلاق النار واستئناف عملية التفاوض تحت رعاية الأمم المتحدة وذلك لتحقيق تسوية مسدامة لهذا الصراع الطويل الأمد على أساس المبادئ الأساسية وقواعد القانون الدولي بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي في غضون ذلك أعلن المغرب أن الأردن سيفتح قنصلية في الصحراء الغربية في إظهار واضح لدعم الرباط حيث تقوم وزارتها الخارجية في البلدين بالتنصيق لوضع الترتيبات الضرورية لذلك هذا القرار جاء عقب اتصال هاتفي بين العاهل المغربي الملك محمد السادس والملك عبدالله الثاني عاهل الأردن يأتي ذلك في أعقاب إعلان جبهة البوليساريو الانسحاب من اتفاق لوقف إطلاق النار وعبر الدول الخليجية عربية عن دعمها للبغرب بعد أن دخل الجيش المغربي منطقة عازلة تخضع لرقابة الأمم المتحدة لفتح طريق يربط الصحراء الغربية في موريطانيا أغلقه أنصار ومقاتلوا البوليساريو لثلاثة أسابيع ثمانية وعشرون قتيلا في احتجاجات في أغندا بعد اعتقال مرشح للانتخابات الرئاسية بوبي واين وكانت شرطة الأغندية قد اعتقل ثالث من شهر الجاري نجم البوب ومرشح المعارضة للرئاسة بوبي واين مجددا بعد تصديق على قبول أوراق ترشحي في الانتخابات التي سيواجه فيها الرئيس يوري موسيفيني العام المقبل تسلمت أذربيجان أولى المناطق الثلاث المتفق عليها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعاد ليباكوا سيطر على سبعة أقاليم كانت تشكل شريطا أمنيا للأرمن دخل الجيش الأذربيجاني محافظة أقدام التي تنازل عنها انفصاليون جورني كارباخ الأرمن بموجب اتفاق وقف الأعمال القتالية التي أنهى ستة أسابيع من الحرب وأقدام هي أولى ثلاث مناطق تسلم إلى أذربيجان بعدما سيطرت عليها القوات الأرمنية منذ ثلاثين عاما وقد تم الاتفاق على نشر نحو ألفين جندي روسي لحفظ السلام من أجل ضمان احترام وقف إطلاق النار وبينما لم يرد ذكر تركيا في أي مكان في اتفاق إنهاء الأعمال العدائية أكدت أنقرة بعد توقيعها أن جنود أتراكا سيشاركون في مراقبة وقف إطلاق النار من مركز تنصيق مشترك مع روسيا وأذربيجان لكن الرئيس الروسي قال إنه لن يتم نشر أي جنود أتراك في نغورني كارباخ من جهة أخرى عينت أرمينيا اليوم وزيرا جديدا للدفاع بعد هزيمتها أمام أذربيجان وقالت الرئاسة إن وزير الدفاع الجديد هو فاكرا شاخ هاروتينيان مستشار رئيس الوزراء نيكول باشينيان لشؤون الدفاع وتولى الحقيبة نفسها بين 1999 و2000 كما تم تعيين وزيرا جديدا لحالات الطوارئ ويذكر أنه قبل أيام أقيل وزير الخارجية الأرمانية وتطالب المعارضة الأرمانية من جانبها باستقالة رئيس الوزراء على خلفية التوقيع على اتفاق سلام رسخ هزيمة القوات الأرمانية في الإقليم الانفصالي وفي تعليق على فعلية التدريب الجوي المشترك بين الجيشين المصري والسوداني قال سفير الإثيوبي في سودان إن القاهرة تريد أن توجه لنا رسالة أو لديها نوايا مبطنة وأوضح سفير أن بلاده لا تخشى هذه المنورات أضاف أن السودان دولة ذات سيادة ولها كامل الحق فيما تقوم به ولا يستوجب عليها استشارة أي دولة لإجراء مثل تلك المنورات العسكرية مع مصر أو أي دولة أخرى العالم في سباق مع الوقت والباحثون يصلون الليلة بالنهار آملين بالوصول إلى لقاح يضع حداً لوباء كورونا فهل يقضي العام 2020 ومعه كورونا؟ لا حديث يدور إلا عن لقاح لفيروس كورونا فهو بلا شك بداية الحل لأزمة أنهكت العالم بكل تفاصيله شركة كبرى تسابق الزمن على أمل الوصول إلى لقاح فعال قبل نهاية هذا العام وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية قال أن اللقاحين المحتملين لشركة فايزر وموديرنا قد يكونان جاهزين للحصول على موافقة السلطات الأمريكية المختصة تمهيداً لتوزيعهما في غضون أسابيع ما يفتح الطريق أمام حملة تطعيم واسعة النطاق تبدأ قبل نهاية هذا العام نتائج التجارب النهائية للقاح فايزر أظهرت أن نسبة نجاحه تبلغ 95% وعدم وجود أعراض جانبية خطيرة له وأتبين أن فعاليته ثابتة في مختلف الفئات العمرية والعرقية ما يعد علامة مبشرة أما نسبة نجاحه فهي الأعلى لأي لقاح جرى اختباره في المراحل السريرية الأخيرة حتى الآن ويقول الخبراء أنه إنجاز كبير في السباق نحو وضع نهاية لكورونا ولكن يتعين شحن لقاح شركة فايزر وتخزينه في حرارة تبلغ 70 درجة مئوية تحت صفر وهو أمر قد دعيق عملية توزيعه وأصبحت موديرنا ثاني شركة أدوية أمريكية تعلن عن نتائج تتجاوز التوقعات بكثيراً خلال أسبوع فقد كشفت بدورها عن التوصل إلى لقاح أثبت فعاليته بنسبة 94.5% وما يميز هذا اللقاح أن نقله يتم في حرارة تبلغ 20 درجة مئوية تحت الصفر أي 50 درجة أقل من لقاح فايزر هذا وأوسط منظمة الصحة العالمية بعدم استخدام عقار رمديزيفير في علاج فيروس كورونا وذكرت أنها لم تجد أدلة كافية على أنه يساعد في انخفاض معدل الوفاة أو تراجع الحاجة إلى التنفس الصناعي أو تقليص وقت التحسن السريري ومن بيروت ينضم إلينا الاختصاص في الأمراض الجرثومية لبروفيسور جورج خلين أهلاً وسهلاً بك بروفيسور يعني ما مدى فعالية هذان اللقاحان خصوصاً أنه إمكانية توضيب أو الاحتفاظ في هذان اللقاحان يحتجان إلى درجة حرارة منخفضة جداً بالفعل أنه هذي اللقاحان كانوا مفاجهة أنه أجوا بسرعة شوية وبيّنوا الدراسات اللي عملوهم أنه الفعالية عند تقريباً 95% لشركة فايزر وشركة بودرنا أكيد أنه العائق الصغير هو بالنسبة لشركة بفايزر لدرجة الحرارة المتدنية إذا تبحث تحفظ فيها اللقاح تحت 70 إلى 80 درجة بينما مديرنا طريقة الحفظ ستكون أعين حتى ليس 20 درجة تحت السفر ستكون ببتلاجة الوراد العادية لا تكون كافية تحفظ اللقاح الآن العائد المشكلة تنحل أنه يمكن بصعوبة أكتر مع شركة بفايزر بصعوبة أكتر مع شركة بودرنا بس الحلوة بالخبرية أنه هذا اللقاح عم يكون تير فعال ونحن نعرف لجائحة كورونا نقدر نسيطر عليها مفروض تقريباً 50% المعدل من الأشخاص من دولة معينة من فئة معينة كونوا محصنين إذا أنت 50% نعم عفوا على المقاطع بروفيسور يعني برأيك متى سيصل هذا أو هذان اللقاحان إلى العالم العربي وكم سنحتاج إلى مدة لنتخلص من هذا الوباء العالمي ومن هذا الهاجس الكبير بالنسبة إلى الكثيرين على بالنسبة لأننا نتخلص من الوباء في عنا لقاح وإذا فينا نلاقي دواء بيكون أحسن وأحسن يعني صراحة شيء المثالي أنه يكون عندك لقاح ويكون عندك علاج لحد الآن نحن نتوصلنا على اللقاح العمل أنه كثير قوي أنه هلأ في حال أنه في أشياء لوجستيكية يعني أكيد اللقاح يتأمن أول شيء بدك بدك شوف الأولوية لأيا بلدين ولأيا أشخاص ولأيا للطائم الطبي للأشخاص عندهم ممكن يعملوا اشتراكات وضعفات من الكورونا ناكرا حيكون في أولية أول شيء أولوية لأشخاص بدون يحضروا اللقاح تيني الشيء أنه بدك تتفكر بأنه كميات الكمية اللي بدك تقدروا فبركوها من اللقاح يعني هيدا كمان مشكلة تانية يعني فيهم فيهم يعملوا كميات بس الكميات ما حتكون كافية مثل ما أنت فكرك خلال على الأليل بدك ثلاثة شهر لأربعة شهر تقدروا أمنوا الكاميات الكافية بس بشهر جانيواري نعم بروفيسور سؤال الأخير حول هذا الموضوع هل من عوارض جانبية يعني لهذا اللقاح سممكن أن تظهر على البعض وما هي؟ دراساتي اللي بيانت أنه المضاعفات منا جدية أبداً ما بتشكل خضرة أبداً على المريض في أننا هتبرو أنه هذا اللقاح سيف يعني هو آمن ما فيه مشاكل جدية أبداً من هيك أنه طلبه طلب مستعج الوطر من الاف دي اي ونظمة الأدوية الأمريكية تتوفق أنه بلشوا يمرو له يصنوا بش يصنوا بلشوا يسوقوا كمانا هذا شيء كتير مهم كمان لازم نعرف أن هذا اللقاح ما بين عمل مرة وحدة بنعمل بالنسبة ل موديرنا في أسبوعين بين أول لقاح وتاني لقاح بالنسبة ل شكتب في فايزر في ثلاث أسابيع بين أول لقاح ثلاث لقاح بس أحب لكم كمان أنه في غير شرك كمان كتير تقدمت بالبحث سبعة عنده النتاج كتير مشجعة عندك شركة عندك شركة أسترازينيكا مع جامعة أكسفورد في بريطانيا أنه اتصل على اللقاح كتير فعال شركة سانوفي مع باستور بفرنسا كمان كير تقدموا بالمجال للقاح كمانا ما تنسى كمانا بروسيا بلاشوا باللقاح وكمانا بالصين يعني حنا نحن عنا تقريبا ستة أو سبعة لقاحات سيكونوا حاضرين قريبا جدا بروفسور جورج خليل يعني نأمل خيرا من هذه اللقاحات حدثتنا مباشرة من بيروت وحضرتك اختصاصي في الأمراض الجرثومية شكرا جزيلا لك نتابع نشر بعض فاصل قصير وفيها فلسطينية تغرد خارج السرب أهلا بكم من جديد من أجل لقمة العيش فلسطينية تغرد خارج السرب وتعمل سائقة سيارة أجرى في قطاع غزة نتابع التغريد خارج السرب بات نمط حياة بالنسبة لنائلة أبو جب عندما اختارت لنفسها أسلوب حياة خاصة وأصبحت أول سائقة سيارة أجرى في قطاع غزة وجدت نائلة وهي أم لخمسة أطفال وتبلغ من العمر تسعة وثلاثين عاما نفسها محط سخرية من قدراتها في القيادة لكونها امرأة لكن مرارة السخرية تتلاشى أمام كلمات الإطراء والتقدير التي تتردد على مسامعها من زبنائها النساء وتشعر راكبات كثيرات بارتياح في التنقل بسيارة نائلة أكبر مما يشعرون به مع السائقين الرجال وعليهن حجز خدمتها مقدما بدأت نائلة الحاصلة على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية عملها كسائقة سيارة أجرى بعد أن فشلت في العثور على وظيفة ويبلغ معدل البطالة في قطاع غزة 49% مع تفاقم المعاناة بسبب القيود الحدودية التي تقول إسرائيل ومصر إنها لتواعي أمنية على الرغم من الإعاقات التي تعاني منها شابة يمنية فقد استطاعت أن تنمي مهاراتها الفنية لترسم العالم من وجهة نظرها اليمنية آسيا الذبحاني التي تبلغ من العمر 26 عاما تعاني من عدة إعاقات من بينها التقزم والشلل النصفي لكنها مع كل ذلك تعد شعلة حماس وإرادة فقد عملت منذ الرابعة من عمرها على تنمية مهاراتها وحبها للفن وأصبحت الآن تصنع الرسوم التخطيصية واللوحات بيد واحدة لتقدم للآخرين صورة للعالم عبر مرآتها الخاصة ومثل ما تراه هي بعينيها وعلى الرغم من التحديات الكثيرة التي تواجهها في اليمن حيث تقول شقيقتها كوثر أمين إن هناك نقصا في الشعور بالمسؤولية الاجتماعية تجاه الأشخاص الذين يعانون من إعاقات تمكنت آسيا من الحصول على تدريبات لتطوير مهارتها التحقت آسيا بدورة فنية لمدة شهر مع مؤسسة خيرية وهي المؤسسة العربية لحقوق الإنسان التي تساعد المعاقين من الرجال والنساء على تحقيق الاستقلال المالي وبعد ذلك عرضت بفخر أعمالها الفنية وتحذر منظمات حقوقية دولية من الإهمال إزاء المعاقين في اليمن وتقول إن تأثير الصراع المستمر منذ خمس سنوات أشد على الأشخاص ذوي الإعاقة وأتصف الأمم المتحدة الوضع في اليمن بأنه أكبر أزمة إنسانية في العالم حيث يحتاج 80% من السكان إلى المساعدات في وقت تلوح فيه نذر مجاعة وشيكة والآن إلى صفحة الاقتصادية مع الزميلة ميرا مطار مساء الخير ميرا مساء الخير وليد أهلا بكم وصل عجز الإرادات النفطية في خلال الفترة الممتدة منذ أول هذا العام حتى الواحد والثلاثين من أكتوبر إلى 2.6 مليار دينار ليبي وبحسب بيان الإراد والإنفاق الصادر عن مصر في ليبيا المركزي فقد حقق قطاع النفط إرادات فعلية تقدر بنحو 2.4 مليار دينار فقط مقارنة بنحو 5 مليارات مقدرة بحسب الترتيبات المالية قبل أقل من أسبوعين على اجتماع مجموعة أوبك بلاس التي تتجه إلى تمديد خفض الانتاج مدة ثلاثة أشهر تمكنت سوق النفط العالمية من استيعاب الانتاج المتزايد لبراميل النفط الليبي وفاجأ الانتعاش في الانتاج الجميع حتى المسؤولين الليبيين الذين أشاروا في البداية إلى ارتفاع أبطأ إلى 700 ألف برميل في اليوم بحلول ديسمبر المقبل قبل أن يتجاوز الانتاج مليون برميل بقليل أعلن صندوق النقد الدولي التواصل إلى اتفاق مبدئي على مستوى الخبراء لصرف قسط ثاني بقيمة 1.6 مليار دولار لمساعدة مصر في إطار برنامج مواجهة تداعية أزمة كورونا يشمل إصلاحات اقتصادية ويمتد على 12 شهرا وقد أقر في إطار يطلق عليه الصندوق اسم اتفاق الاستعداد الاعتمالي اقترضت بريطانيا مبلغا قياسيا يبلغ 285 مليار دولار في أول 17 من السنة المالية ما يبرز التحدي الذي يواجه وزير المالية الذي يجهز خطة انفاق جديدة تتمثل باقتراض ضعف هذا المبلغ أيضا قبل نهاية هذا العام وهو أعلى معادل اقتراض بالنسبة إلى حجم الاقتصاد البريطاني منذ الحرب العالمية الثانية أعلنت شركة أمازون استعدادها لتأجيل يوم الجمعة الأسود أو The Black Friday لمدة أسبوع في فرنسا تزامنا مع تطبيق إجراءات الأغلاق العام وبناء على طلب الحكومة شرط أن يسمح للشركة بفتح أبوابها في وقت أبكر مما كان مقررا حتى تتمكن من استعادة نشاطها لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط فيما تتجه الأسعار صوبة تسجيل ثالث ارتفاع أسبوعي على التوالي لكن مخاوف الطلب النابع من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا والتجدد إجراءات العز العام في دول عدة تقبح تسجيل الخام لأي مكاسب أخرى ارتفع الدولار مقابل سلة من العمولات في التعاملات المبكرة في لندن موقفا اتجاهه النزلي حين دعا وزير الخزانة الأمريكي إلى إنهاء بعض الإقراض الطارق الذي يقدمه البنك المركزي الأمريكي والآن نبقى مع صفحة رياضية اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم تاقم تحكيم تونسي بقيادة الحكم الدولي محرز المالكي لإدارة مباراة الاتحاد ضد ناظره هورسيد الصومالي ضمن مباراة ذهاب الدور التمهدي لبطولة كأس الكومفدرالية قامت لجنة معينة الملاعب التابعة للاتحاد الليبي لكرة القدم بتفقد ملعب العشب الصناعي بنادي سويهلي وتسعى لجنة معينة الملاعب لاعتماد عدد من الملاعب التي ستقام عليها مباريات دور الدرجة الأولى والثانية والثالثة اليوم شعورنا لا يصف الحمد لله رب العالمين لأول مرة في تاريخ كرة الطاولة الليبية نفتتح اليوم أول صالة للمنتخبات الوطنية في مدينة بلغازي افتتحت بالمدينة الرياضية بني غازي أول صالة في ليبيا خاصة بالمنتخبات الوطنية لكرة تنسي الطاولة ويسأل اتحاد الليبي لتنسي الطاولة لافتتاح صلاة جديدة بطرابولوس ومدن أخرى خلال المدة القادمة أقيمت مساء اليوم بطولة فروسية قفز الحواجز بطرابولوس والتي تتواصل لمدة يومين بمدرسة الفروسية بطرابولوس بطريق المطار ووصل عدد المشاركين في المسابقات إلى مائة وخمسة وثلاثين فارسا وفارسة يمثلون سبعة عشر ناديا ومدرسة للفروسية وعد المرشح لرئاسة برشلونة فوكتور فونت بفتح المفاوضات لضم سيرجو راموس حال فوزي إذا أراد مديره الفني الجديد التعاقد مع قائد ريال مدريد وقال فونت إذا طلب مني التعاقد مع اللاعب وكان الأمر اقتصاديا يمكنني تحقيق ذلك أعرف أن فكرة انضمامه تبدو مجنونة لكن النظام الرياضي الجديد وحده من سيقرر من يأتي ومن يرحل في ختم النشرة نذكركم بموقعنا الإلكترونية الوسط.لواي شكرا للمتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة